يضمنا للمزيد من مال موال أستاذ ذبيد صميدعي عضو التحالف الوطني المعارض أستاذ ذبيد أهلا بكم إلى هاستوديو الرافدين تحالف سايرون يقول بأن عادل عبد المهدي يتعرض لتهديدات والضغوطات بسحب الثقة عنه مع بداية تسلمه لرئاسة الوزراء في العراق برأيك كيف تقرأ هذه التصريحات وإلى أي مدى تكشف أن مضمون الحكومة لن يكون مختلف عن الحكومات السابقة وأيضا لن تخرج الحكومة المقبلة عن المحاصصة الطائفية بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام في البداية يجب الإشارة إلى أن طريقة أو آلية البوابة الإلكترونية من أجل استقطاب أو جمع عدد كبير من التكنقراط أو من الأكاديميين الذين تتوفر فيهم كفاءة جيدة من أجل إدارة الوزارات وإدارة البلد هذه من حيث الجوهر هذه الطريقة بالحقيقة هي طريقة جيدة جدا ولكن تستوجب توفر شروط اعتيادية أو ظروف طبيعية في العراق لكن العراق لا يستوفي أي شرط من الشروط التي تجعل ظروفه طبيعية العراق الآن هو تحت الهيمة من الأحزاب الطائفية على الصعيد الداخلي فالأحزاب هناك عدة أحزاب طائفية تنتمي هذا ينتمي للطائف الشيعي وهذا ينتمي للطائف السنية وهذا ينتمي للكرد والتركمان وهل مجرة لذلك فالمحاصصة والتجاذب الطائفي هو الحالة السائدة في العراق ولذلك لا يمكن أن يسمحوا هذه الأحزاب المسلحة بالمجيشيات والعصابات هذه لا يمكن أن تسمحها بأن تنجح آلية التي تقود إلى حكومة تكنقراد ويريدون أن يتقاسموا الوزارات حسب عدد النقاط التي حصل عليها كل حزب من هذه الأحزاب هذا كله على الصعيد الداخلي على الصعيد الخارجي نعلم بأن إيران تهيمن على القرار السيادة العراقي ولا تجد أي سيادة العراق حاليا إيران تتعامل مع العراق كولاية مجلاياتها لذلك فلا يمكن أن تسمح إيران لأن يقود الحكومة العراقية هذا النوع من الأكاديميين إيران تريد أن تفرض إرادتها وخصوصاً بالوزارات السيادية وخصوصاً وزارة الداخلية فلا يمكن أن يسمح لهذا الحل الذي يمر عبر البوابة الألكترونية هناك دعوات صدرت الآن دعوات نيابية لمنع مزدوجية الجنسية من تولي أي منصب وزاري عدم تطبيق هذا المطلب إلى أي مدى من الممكن أن يكشف تواطئ شركاء العملية السياسية بالإفلاق من العقاب والهرب خارج البلاد؟ أنا أعتقد أن مسألة الزواج الجنسية إشكالية كبيرة لأن عادل عبد المهدي على أغلب الظن نفسه هو يحمل الجنسية الفرنسية أيضاً بالإضافة للجنسية العراقية فهو مزدوج جنسية وعليه فهو من باب الأولى كان ينبغي أن يرفض القيام بتشكيل الوزارة لهذا الاعتبار هناك عدد كبير حيثرة العبادة أيضاً في الزواج الجنسية هناك أكثر من سواج ثلاثيون جنسية هناك من يحملون الجنسية الإيرانية أيضاً في الجنسية البريطانية والعراقية مثل نور المالكي والجعفري أيضاً أعتقد أن هذه لا يمكن هذه الاتعاة أو هذه التعلاقة بخصوص أدام وثارة مسألة جنسية لا يمكن أن تمر لا يمكن أن يقبلها أحد لأنها تقف بالضد من مصلحة معظم الناس أو معظم المسؤولين وكثير من النواب وهؤلاء يريدون أن يحافظوا على جسياتهم لأنهم كما تفضلتم يشعرون بالقطر خصوصاً بعد الانتفاضة الأخيرة والولق الذي يمر في معظم المحافظات الإيران فهم لا يستطيعون يفرطوا بجنسياتهم لأن الجنسياتهم توفر لهم الممرض أو المخرج الخلفي إذا شب الحرير نعم أستاذ لبيد إذا كانت الكوة السياسية تجهز قوائم لمرشحين لإستلام الوزارات وتستعد أيضاً لتقديمها لعادل عبد المهدي برأيك ما أهمية الخطوة التي قام بها عبد العبد المهدي لفتح باب الترشح لإستلام الوزارات عبر موقع الكتروني هذه مسابقة في العراق أول مرة من الممكن أن يقوم بها أحد أنا أعتقد أن عادل عبد المهدي حصل ربما على دعم من قبل كتلتي الحكمة وكتلة سائرون وهو ربما يراهن في حال أن باقي الكتل سردت على هذه الآلية لتعيين الوزارات أعتقد أنه راهن على وقوف السائرون والحكمة معه لكن في النهاية أنا أعتقد سيفشل إذا أصر على هذه الآلية سيفشل بالأسباب التي تقدم ذكرها لأن الكتل الأخرى مدعومة من قبل إيران سترفض ذلك علاوة على الكتل السنية أيضاً الكتل السنية لا تريد أن تفرط بوزارة الدفاع وفضلاً أن الكتل السنية أيضاً هي خاضعة لإرادة الإيرانية وكما نعلم أن الكتل السنية أول خطوة قامت بها هي تقديم فرط الطاعة لإيران فهي أصبحت أيضاً تحت الهيمنة وتحت ومتوبة القرار للسيد الإيران لا تختلف بشيء عن الكتل الشيعية نعم كيف يمكن لهذه التركيبة والمحاصص على الحكومة القبول بالسلام قادة ميليشيا الحشد لوزارة الداخلية يعني هناك اتهامات للميليشيا بتأجيج العنف الطائفي والاغتيالات والسرقات في البلاد كيف من الممكن أن يقبل بتسلمها لوزارات أمنية في الوزارة أو الحكومة المقبلة؟ هو السؤال كيف لا يقبل ذلك بالحقيقة العملية السياسية بالأساسية التي أنتجت الميليشيات والعصابات المسلحة والعراق بالحقيقة يقوم على منظومة متشابكة متوائمة بين القوات المسلحة ومتداخلة بين القوات المسلحة وبين الأصابات والميليشيات المسلحة ونتذكر بأن المظاهرات التي قامت في البصرة وفي الديوانية وفي السماء وفي الأمار قامت القوات الأمنية مشكلة من قبل الجيش والقوات الأمنية بالإضافة إلى الحشد الشعبي للتصدي ولفض هذه المظاهرات وقتل العشرات وجرح المئات من الشباب المتظاهرين فإذن هناك بالحقيقة انسجام بين جوهر العملية السياسية وبين آلية ضبط الأمن المؤتمدة على الميليشيات المسلحة أستاذ نبيدي بعد 15 عاما على تجربة الحكومة المتعاقبة منذ احتلال العراق ما فرص الحكومة الجديدة في تغيير وإنقاذ البلاد إن كان ممكن أن هذا الكلام أنا أعتقد أن مسألة تكليف عبد المهدي هي مسألة بالون اختبار هذه عملية فبركة بالحقيقة من قبل إيران وهذه ألاعيب مفضوحة من قبل إيران أرادوا أن يقودوا يريدون أن يقودوا هذا كلفنا شخصا معتدلا لا ينتمي إلى الفتح ولا هو قريب جدا على النحو الذي الذي هي عليه العصائب أو الجماعة بدر كلفناه من كتلة أخرى وفشلة وعليه فسيدفعون بالشخص الآخر الذي يعتبر هو أقرب الناس إلى إيران ممثلا في العامري نعم الأستاذ لبيد السميدة عضو التحالف فلطاني المعارض كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك